السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هنرسم جراش متعدد الطوابق. فأول حاجة عاملها انها ازبط الفيشن بتاعي. هاجي هنا وهلغي الادوار ديت. بالشكل دوت. دليت. وده هيبقى ليفرس دي. وضبط اليونيت. واخذ ده بالمليمتر. بالشكل دوت. دي ممكن نخليها ثلاث تلاف مثلا. وده ست تلاف. وبعد كده ممكن اخذ ده كده كوبي. واقول له ملتيبل. واقول له كونسترين. واروح مطلع الليفلات في الشكل دوت. طيب بعد كده هاجي على ليفل وان. وابدأ ارسم الجريد. اقول له ده الجريد الاوليني. وهرسم واحد تاني مسلا. اول. وده برضو. ده يمنشن. من هده الهينة. خمستاشر. ومن هده الهينة يخلي ده برضو خمستاشر. طيب بعد كده هبدأ ارسم جريد كده. اهوت. وبعد كده برضو هاخذ الاتنين دول كده كوبي. وهبدأ نزلهم عندي تحت كده. وهبدأ ارسم الفلور بتاعي. وهسيب الجوز ده يبقى لي الرمب بتاعي. هولو انا عايز الفلور. وهذا كان تسع متر فخلي ده اربعة متر ونصف داخل. بالشكل دوت. اقول له في في. وتأكد ان الفلور بتعلم عليه. بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له اعمل لي ميرور هنا. ودوت هنقله من ليفل 1 ليفل 2. طيب كده بقى ابدأ اعمل الرمبات من الليفل ده للليفل دوت. فهقول له انا عايز ارسم الرمب بتاعي. وهدخل هنا اعمل منه الليفل دوت. عشان ما اغيرش في اي حاجة من الليفل دوت. وهقول له خلي ده مسلا واحد. وهبدأ ارسم الرمب بتاعي من هنا لهنا. بالشكل دوت. ده من ليفل 1 ليفل 2. وهبدأ اعمل select من هنا لهنا. من هنا اللي نقضيه. 6 متر طيب ده يبقى 3 متر. بشكل دوت. وقول له اوكي. وممكن نلغي. ديت مش محتاجينها. ترام. وهعمل رمب تاني برضو. ده من الدور ده للدور التالي. من دور التاني للدور التالي. ونضيه نزابة رمب. طبعا لما بتعملها بالفلور بيديك امكانات اكتر. بس فيش مشكلة. ده. اقول له ان انا عايز اعمل ميرو اللي دوت. ومش عايز وعايز كوبي. وهقول له اعمله بشكل دوت. والجديد ده بقى. اقول له خلي ده. من ليفل 2 لليفل 3. ونبدأ بقى ايه غايه ان اعمله ميرور بحيث ان هو ايه يبقى متغيرنا حدقه ونعمل له رتيت زي ما احنا عايزين. تمام؟ تعالي نطلع لليفل 2. في فيه. رمب وفلور. طيب خلينا. فخلينا نروح هنا اللي هو نورس. وهبدأ اعمل سلكت على دوت. وهقول له ان انا عايز اعمل ميرور. وهشيل الكوبي. وهاختار نقطة المنتصف. بالشكل دوت. تمام؟ وهخش في سري دي. هعمل سلكت على ده وده. وهقول له خدهم الكوبي من هنا. تمام؟ احوات. طيب لو انا عملت سلكت على ده كله. وانا في لفل 1. وارتلو خده كوبي. وارتلو اعمل لي سلكت البلات. ثلاثة وخمسة وسبعة. وخلينا نحط 9 ونلقل. تعالي نشوف السري دي هبقى عامل ازاي نحوات. تمام؟ ممكن نلغى مثلا الاضافات اللي هنا بالشكل دوت. ونبدأ بعد نشوف لو فيه حاجة محتاجة تعديل. وبشيك دوت. بعد كده ممكن بقى مثلا نحط الاعملة. فنجي نبقى عرتي ونقول له مثلا عايزين نسترقشور كلهم ونبدأ نشوف الاعملة اللي موجودة. مثلا ديت. ونبقى تقول له انا عايز اخط العمد هنا. او تحط في النصف زي ما انت عايز. تمام؟ طيب. هتبدأ بقى تروس الاعملة. حسب الحسابات اللي موجودة. او تحط في النصف زي ما انت عايز اخط العمد هنا. او تحط في النصف زي ما انت عايز اخط العمد هنا. هتبدأ بقى ممكن ترفي دولة حينما اخطوش في حاجة بتاع زي ما انت عايز. حينما اخطوش في الرام. هاي عايز. دول الاعمدة دول اللي موجودين في الدور دوت. ممكن بقى نعمل سلكت كده على الاعمدة. هقول له كل دول من لفل 1 لفل 2 واقول له copy واقول له حطهم لي من لفل 2 لحد لفل 8 خلي نحطهم لفل 9 ما كان شي لزيرة وهذه نحط بقى العلمات بتاعت الباركينج هتيجي هنا عندي المسيج عند سايت وتقول له باركينج كومبوننت فيقول لكم فيش باركينج فتقول له بقى انا عايز احمل سايت هتلاقي باركينج فتدبع تختار بقى العلامات اللي انت عايزها باركينج سبيس مثلا خلي نحط هكذا هنا ولو بي بي باركينج 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 بتبدا نأخذ قبلها أو تستخدم امر زي قريي فيه طبعا عمود هنا فهننشوف نلغى ايه الاولوال ايه وستعكسه هنا وتبدأ تحطه بردو ناحية تانية يعني خلينا نعمل سيلكتك كده ونقول له فلتر ونقول له احنا عايزين من باركينج بس اوكي ممكن نعمله مثلاً ميرور مع الخط دوت ممكن بعد كده نخده كده كوبي من هنا نحطه هنا وتبدأ بعد تضبط شكل التاحة نحوط ونبدأ نحط الإشارات بتاعة الطريق زي ما احنا عايزين هنبدأ تشوف مثلاً البركينج وتبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها من الحاجات ديت مثلاً اوكي وتبدأ تشوف العلامة دي مفروض تبقى موجودة فين وتبدأ تحطها العلامات الخاصة بالباركينج ايزلاند حس لو في عمودة او حاجة كده لها حاجة مرتفعة عن الارض وهكسر فتقدر تخلص الباركينج بتاعك بس اشتركوا في القناة